يعني تخيل الأقدمون أن وجه الإعجاز في القرآن الكريم يتمثل في بيانه الإعجاز البياني لأن العرب هم كانوا في قمة من قمة الفصاحة والبلاغة وحسن بيان انبهروا بأسلوب القرآن الكريم ويقول أحد مشركي قريش والله إن أسفله لمغدق وإن علاه لمصبر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه وهو لم يقوم السمن ولكن قدر روعة البيان في كتاب الله